مراسل العربي أحمد دراوشين ضمولينا من القدس أحمد من القدس نعم ضمولينا أحمد ونتابع معك تفاصيل هذا الخبر أحمد بالفعل جمال الجيش الإسرائيلي أعلن استدعاء عدد من أسريات العسكرية لتعزيز قواته في الضفة الغربية بالإضافة إلى تعزيز قوات حرس الحدود في تلك المنطقة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع مزيدا من اعتداءات المستوطنين التي يسميها الأعمال الانتقامية على خلفية مقتل مستوطن إسرائيلي فتى مستوطن في وقت سابق بالأمس على ما يبدو بحسب ما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية فلسطينية لكن حتى الآن جيش الاحتلال لم يعلن التوصل إلى قراء أو إلى دلائل تثبت أن ما حدث مع الفتى الإسرائيلي الفتى المستوطن هو عملية قومية إنما مجرد ادعاءات إسرائيلية يجري تكرارها خلال الفترة الماضية اعتداءات كبيرة من المستوطنين كانت الزملاء قد عرضوا لها في وقت سابق خلال اليومين الماضيين من إحراق عشرات المنازل في أكثر من قرية فلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع هؤلاء المستوطنين بيد رخوة لا يوجد أي قرار حتى الآن بمنع تظاهرات المستوطنين عادة جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمنع اعتداءات هذه المستوطنين ولا يحول بين المستوطنين وبين الفلسطينيين ورأينا خلال الفترة الماضية كيف كان جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل منع أن يستشهد فلسطينيون برصاص المستوطنين كان يخلي منازل الفلسطينيين من الفلسطينيين ليثما يحرقها المستوطنون ومن ثم يطردهم من تلك المنطقة أو ينسحبوا لوحدهم من تلك المنطقة بالأحرى تكرر هذا الأمر مرات كثيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن لا يوجد أي قرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنع هذه الاعتداءات أو بمنع وصول المستوطنين إلى القرى الفلسطينية وبالتالي منع هذه العمليات بالتالي يتوقع بحسب ما تعلن مصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من هذه العمليات للمستوطنين خلال الفترة المقبلة شكرا لك أحمد أدروشا من القدس